لا تلني في هواها أنا لا أهوى سواها تستبيل كل حين بجمال لا يضاها لا تلني في هواها أنا لا أهوى سواها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تكلمنا في الدرس الماضي عن أقسام الكلمة وقلنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف وذكرنا شيئا من علامات الاسم وشيئا من علامات الفعل وكلامنا في هذا الدرس سيكون عن أقسام الفعل وعن الحرف أقسام الفعل ثلاثة ماض ومضارع وأمر فالفعل الماضي هو ما دل على شيء حصل في الزمان الماضي نحو قامة هذا الفعل يدل على شيء حصل يعني مضى وانقضى ليس شيئا يحصل الآن وإنما شيء حصل فكلمة قامة تدل على القيام الذي حصل وانقضى حصل هذا القيام في الزمان الماضي قامة ودرسة واجتهد أما الفعل المضارع فهو ما دل على شيء يحصل في الحال أو في الاستقبال نحو يقوم الفعل المضارع يدل على شيئين إما أن يكون حصول هذا الفعل يحصل الآن أو سيحصل في المستقبل نحن ذكرنا من علامات الفعل السين وسوف وقلنا تدخل على الفعل المضارع فنقول سيقوم أي سيحصل القيام بعد قليل بعد زمان قليل أما سوف فسيحصل هذا الفعل لكن في الزمان البعيد فالفعل المضارع يدل على شيء يحصل الآن أو سيحصل في المستقبل نحو يقوم ويدرس وينام ويجتهد وفعل الأمر هو ما يدل على طلب في المستقبل هناك طلب يحصل في المستقبل أنت إذا قلت لشخص قم فأنت تطلب منه القيام وتطلب منه القيام في المستقبل قد يكون هذا المستقبل بعد قليل أو بعد مدة مثلا تقول قم بعد ساعة مثلا فهذا الفعل يحصل في المستقبل الحرف علامته عدم العلامة يعني هو يختلف عن الاسم والفعل الاسم له علامات والفعل له علامات أما الحرف فالذي يميزه أنه ليس له علامة فلا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل يعني كل العلامات لا تنطبق على الحرف هل ولم هذه حروف أيضا إلى هذه لا تستطيع أن تطبق عليها علامات الاسم أو الفعل فلا تستطيع أن تقول الهل ولا تستطيع أن تقول قد لم فإنها لا تقبل شيئا من العلامات التي مر ذكرها وهذا الحرف الذي ذكرناه لا بد أن يكون له معنى كهل ولم فهل معناها الاستفهام ولم معناها النفي أنت تقول هل قام أنت تسأل هل قام فلان مثلا أو أنت تقول لم يقم فلان أي تنفي عن هذا الشخص القيام أما الحروف الهجائية مثل الألف والباء والتاء إلى الياء فإن هذه الحروف نقول حروف مبنى أي نبني بها الكلمات وليست حروف معنى ولقد قالوا والحرف ما ليست له علامة فقص على قولي تكن علامة والله تعالى أعلم وأحكم لغة القرآن هادي طيب الله شذا لغة المختار طاها رفع الله لواها كلما مر زمان زادها مجدا وجاها زادها مجدا وجاها شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة